اعظم ملكٍ مسلمٍ في وقته انقذ الاندلس من ضياعٍ محقق وخاض واحدةً من اعظم المعارك بتاريخ المسلمين عاش قرناً كاملاً من الزمن واستمر صيطه لقرونٍ قادمة يوسف ابن تاشفين ابن الصحراء الذي وحد بلاد المغرب هو يوسف ابن تاشفين ابن ابراهيم بن وارتقطين المكنى ابو يعقوب ينتمي الى قبيلة لمتونة احدى قبائل صنهاجة وعلى الارجح ولد يوسف بصحراء مورتانيا ونشأ فيها عرف بالتقشف والزهد رغم اتساع امبراطوريته وكان شجاعاً واسداً جسوراً ملكٌ وحد المغرب قرع ابن تاشفين الاسبان والخوانة من ملوك الطوائف ووحد المسلمين بالمغرب في زمانٍ كان المسلمون فيه بحاجةٍ ماسةٍ لامثاله اذ كانت الظروف السياسية السائدة في زمنه معقدةً للغاية ففي بغداد كانت الخلافة العباسية تعاني ضعفاً شديداً افقدها السيطرة على معظم ولاياتها وفي مصر ساد الحكم الفاطمي وفي بلاد الشام كانت قد بدأت بواكير الحملات الصليبية بالنزول في سواحل الشام وفي الاندلس استعرت الخصومة والخيانة وعم الفساد بين ملوك طوائفها اما بلاد المغرب الاسلامي فكانت هناك قبائل تسعى للسيطرة على الشمال المغربي وتحصن مواقعها في المدن الساحلية كسبته وطنجه ومليلة تمثلت في جزءٍ منها بامارةٍ تسمى الامارة البرغواطية التي سيطرت على شمال المغرب وبنت اسطولاً قوياً لها وحصنت قوتها البحرية المطلة على مضيق جبل طارق دولة المرابطين عام اربعمائةٍ وخمسةٍ واربعين هجرية الفٍ وثلاثةٍ وخمسين ميلادية اسس عبدالله بن ياسين حركة المرابطية وتعني الرباط في سبيل الله ليتسلم قيادتها بعد عشر سنوات يوسف بن تاشفين ويبدأ بتعمير البلاد وحكمها بالعدل وكان يختار رجالاً من اهل الفقه والعلم والقضاء ليساعده في الحكم واهتم ببناء المساجد وتوحيد المسلمين تحت امارته اما عسكرياً فعمل على التوسع شرقاً وجنوباً وشمالاً فبدأ بمواجهة الامارة البرغواطية واستعان لذلك بدايةً بالمعتمد ابن عباد احد امراء الاندلس الصالحين الذي امده بقوةٍ بحرية ساعدته في القضاء على البرغواطين ليوحد بذلك المغرب كله حتى مدينة الجزائر شرقاً وغانا جنوباً وقد منحه الخليفة في بغداد انذاك احمد المستظهر بالله الولاية على ما تحته من بلاد ولقبه بامير المسلمين رسالة استغاثةٍ اندلوسية غيرت مجرى التاريخ على الضفة الاخرى من المتوسط كان المسلمون في ضعفٍ من امرهم تحت حكم ملوك الطوائث وتهديد الفونسو السادس ملك قشتالة لمدنهم ليرسل هؤلاء رسالة استغاثة لابن تاشفين لينصرهم على الفونسو السادس ليسارع ابن تاشفين بالاستجابة لهم ويقابل الفونسو في واحدةٍ من ابرز معارك دولة المرابطين الزلاقة معركةٌ غيرت تاريخ الاندلس وضع ابن تاشفين خطة معركته المحكمة على ثلاث مراحل اذ قسم جنوده لثلاثة جيوش لمفاجأة جيش الفونسو الذي شعر انه اقترب من النصر على جيش المرابطين الذي كان بقيادة ملك اشبيليا المعتمد بن عباد وداود بن عائشة احد قادة جيش المرابطين المشهورين لتكون المفاجأة بنزول ابن تاشفين لارض المعركة مع نخبة الجيش المرابطي وحرسه الخاص الذي كان يبلغ حينها اربعة الاف مقاتلٍ اشدة هاجموا من الخلف على معسكر الفونسو ليصبح الفونسو بين الشقيرحة جيش المعتمد بن عباد وجيش ابن تاشفين وقد اصيب الفونسو اصابةً بالغةً في فخذه ويقال انه استطاع الهرب بخمسمائةٍ من جنوده فقط من اصل ثمانين الفاً دخل بهم المعركة نهايةٌ هادئة بعد قرنٍ كاملٍ من العطاء بعد موقعة الزلاقة عاد ابن تاشفين للمغرب لكنه بين الحين والاخر كان يوجه معاركه ضد الفونسو وملوك الطوائف الذين التحالفوا مع عدوي الامس ضد ابن تاشفين وبلغت مواجهاتهم هذه اربع معارك استطاع في الرابعة والاخيرة ضم الاندلس كلها تحت امرته ليعود بعدها الى المغرب تاركاً ابنه محمد والياً على شرق الاندلس عشب تاشفين اخر ايامه في هدوءٍ وراحة لكنه مرض في السنة الاخيرة من عمره وكان قد اقترب من عمر تسعةٍ وتسعين عاماً ليشهد عام خمسمائةٍ هجرية النهاية الهادئة لشخصيةٍ اسلاميةٍ متميزة وقائدٍ جمع خصال القوة والخير والفضيلة فما رأيك بهذا الملك العظيم